طمأن محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أهله بالمحافظة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة الخاصة بفيروس كورونا مؤكدا تخصيص مستشفى الطوارئ في تكريت للتعامل مع أي حالة الطارئة متعلقة بهذا الفيروس وتوفير جميع المستلزمات الخاصة به وقال الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن مستشفى صلاح الدين ستكون جاهزة أيضا على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية لأهلنا في المحافظة ترجمة نانسي قنقر